ارتباك وتشتت تعيشه القوى السياسية الكبيرة والصغيرة بالتزامن مع قرب موعد الاغتراء في البيت الشيعي ثلاث دعوات لتشكيل تحالفات تصدع جدرانه فبعد الحكيم والصدر يسعى المالكي إلى قناع حزاب في الانضمام إلى تحالفه مع بدر وعصائب أهل الحق وكتل أخرى فيما لم يتحالف حتى الآن أي من الأطراف الثلاثة بسبب تقاطعات في مصالحهم متغيرات كبيرة تتوالى داخل الساحة السنية التي تشهد اتفاقات رخوة وانسحابات وانشقاقات أربكت حسابات القوى السياسية في تكريت والأنبار والموصل ما دفع بعض الأطراف للتردد في الدخول بأي تحالف سني أما بيت تشرين فهو يبدو أكثر هدوء من البيوت الأخرى يقول ناشطون إنهم جاهزون للدخول في الانتخابات على الرغم من استمرار عمليات القتل والاعتقال فيما يصفون عملية الاقتراع بأنها حكر على السياسين الأثرياء فقط فالمتصدون لتظاهرات تشرين قرروا تشكيل ثلاثة كيانات سياسية للدخول في الانتخابات إلا أنهم لا يمتلكون أموالا لدفع تكاليف تسجيلهم في المفوضية التي طلبت منهم سبعة ملايين دينار كضريبة لكل كيان في وقت يواجهون فيه صعوبة في توفير الأموال لدفن شهدائهم ومعالجة جرحاهم اشتركوا في القناة